مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع أعلن الجيش الإسرائيلي تكفيث تفكيك القدرات العسكرية بشكل كامل لحركة حماس في مناطق شمال القطع وقال متحدث باسم الجيش إن القوات الآن تكثف عملياتها في مناطق وسط وجنوب القطع يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة مقتلى ثلاثة صحفيين في استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارتهم في رفح جنوب القطع مع دخول الحرب في غزة شهرها الرابع المحى الجيش الإسرائيلي أنه أنهى عملياته القتالية الرئيسية في مناطق شمال غزة التي بدأ فيها عملية برية في السابع والعشرين من يناير الماضي مؤكدا أنه أكمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس هناك بجانب القضاء على نحو ثمانية ألاف مقاتل من الحركة وباقي الفصائل الفلسطينية المسلحة وفق بيان له المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري أكد أن القوات ستواصل تعميق العمليات العسكرية الدقيقة حسب وصفه في مناطق الشمال بجانب تعزيز الدفاعات على طول السياج الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة مؤكدا أن الجيش يركز عملياته العسكرية الموسعة خلال الأيام الحالية في مناطق الوسط والجنوب من قطاع غزة حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أن قيادة وثقة لحركة حماس الأكبر يتواجد في خان يونس جنوب القطاع هاجاري أكد أن القوات الإسرائيلية ستتصرف في الجنوب بشكل مختلف عما فعلته في الشمال حيث دمر القصف العنيف والقتال البري أحياء بأكمالها لسيما في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون فضلا عن مناطق غرب وشرقي غزة كالزيتون والشجاعية ومحور مخيم الشاطئ والشيخ ردوان والرمال وتل الهواء وبرر هاجاري استهداف تجمعات النازحين في وسط وجنوب القطاع لسيما المدارس التي تتبع معظمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمستشفيات بوجود مسلحين من حماس ووجود أنفاق للفصائل الفلسطينية أسفل تلك المؤسسات وفي استهداف جديد أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل ثلاثة صحفيين في قصف إسرائيلي استهدف سيارات كانوا يستقلونها في رفح جنوب القطاع هذا فضلا عن وصول عشرات الجثث لمستشفيات وسط وجنوب القطاع جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في تلك المناطق لجانب وصول عشرات الإصابات يضاف ذلك إلى الوضع الإنساني الذي بات كارثيا لسيما في رفح أقصى جنوب القطاع جراء تكدس أكثر من مليون ونصف المليون نازح وانعدام المقومات الرئيسية للحياة وشح كبير في المواد الأساسية حسب الأمم المتحدة هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إنه لا ينبغي للحرب في غزة أن تتوقف قبل أن تحقق إسرائيل كل أهدافها وهي القضاء على حماس وإعادة كافة الرهائن وضمان أن لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى حسب تعبيره لن نتوقف حتى نحقق النصر ولا ينبغي للحرب أن تتوقف قبل أن نحقق كل أهدافنا القضاء على حماس وإعادة كافة الرهائن لدينا وضمان أن لا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى أقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا على حد السوا هذه مسؤوليتنا وهذا هو التزامنا يجب وضع كل الاعتبارات الأخرى جانبا ويجب أن نستمر حتى النصر الكامل للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من واشنطن الخبير العسكري الأمريكي وكبير الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا دوغلاس أوليفنت أهلا بك معنا سيد أوليفنت برأيك بعد ربما منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم يعني تقريبا مع دخول هذه الحرب شهرها الرابع هل فعلا برأيك استطاع الجيش الإسرائيلي تفكيك القدرات العسكرية بشكل كبير لحركة حماس في مناطق شمال القطاع كما قال الجيش الإسرائيلي نعم طبا يومكم يصعب علينا وأقول ذلك كلما أشارك في برنامج لا يمكننا أن نؤكد لأنه لا نعرف تماما ما يحصل في غزة تصدنا المعلومات من الإسرائيليين ومن حماس والفريقان ليس موضوعيين يمكننا أن ندرس بعض المؤشرات أو نقوم ببعض التكهنات والفرديات إسرائيل تقول إنها ستخفف من عملياتها في الشمال ويبدو أنها تخرج بعض قوتها من الشمال وتركز على الوسط والجنوب في غزة هذا يعني أن إسرائيل رادية إلى حد ما مع ما وصلت إليه في شمال قطاع غزة ويبدو أن إسرائيل تعتبر أنها إما قدت على البناء التحتية التابعة لحماس أو أنها دفعت بهن إلى الوسط والجنوب وأصبح الشمال أمنا لدى الولايات المتحدة الآن هدف دبلوماسي جديد في غزة ربما يتمثل بتقليص إسرائيل من حجم عملياتها العسكرية في المرحلة الجديدة لماذا تقترح واشنطن مثل هذا الطرح العسكري الآن ولم تقترحه منذ البداية أعتقد أن المسألة تتعلق ببناء الضغط السياسي في بداية الحرب التعاطف والحماس كان إلى جانب إسرائيل وما تعرضت له في السابع من أكتوبر تشرين الأول ولكن مع ابتعاد هذا التاريخ ومع مرور الوقت ومع ما نواجهه كل يوم في غزة فيما يتعلق بالضحايا للمدنيين الأبرياء من الفلسطينيين فذلك يغير من الحسابات السياسية ويؤدي إلى ضغط على إدارة الرئيس بايدن إذا ما عدنا وتابعنا تصريحات المسؤولين الأمريكيين داخل الولايات المتحدة بدءا بالرئيس بايدن وأيضا وزير الخارجية أنتيني بلينكين وحتى وزير الدفاع لويد أوستن طالما أكدوا أنه من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وأعلنوا بأن العملية العسكرية التي لا تصل إلى حد إزاحة حماس لن تحقق أهدافها كيف يمكن أن يتم تحقيق هذا الجانب في ضوء وجود هذا العدد الكبير من المدنيين وتركيز الإدارة الأمريكية أيضا على حماية المدنيين إدخال المساعدات ومباحثة هذا الجانب مع إسرائيل أمريكا وكذلك إسرائيل عالقة في معزلة في هذا الإطار تفضل أن لا تكون هناك حرب ولكن إسرائيل وضعت بعض الأهداف الصعبة المنال وكما رأينا في تقريركم رئيس الوزراء نتنياهو لا يتراجع عن هذه الأهداف يريد القضاء على حماس وعودة كل الرهائن ويريد أن لا تمثل غزة تهديدا أمنيا لإسرائيل وهذه الأهداف هي أيضا صعبة التحقيق وتتطلب استعمال القوة إلى حد كبير فيما يتعلق بإدارة بايدن هي تقول من جهة نحن نوافق على أهداف إسرائيل ومخاوفها الأمنية ولكن ما نراه من الناحية السياسية هو غير مقبول وعليكم أن تخففوا من ذلك وانتقال إسرائيل إلى المرحلة الثالثة من عملياتها العسكرية المتمثلة بضربات مركزة ربما تستهدف القيادات التابعة لحماس يعني برأيك مثل هذه الخطوة هل من الممكن أن تؤدي إلى تحقيق الأهداف وهل من الممكن أن تنعكس على الأرض أيضا ونحن نتحدث عن انتهاء ثلاثة أشهر وربما أكثر بأيام من عمليات عسكرية على الأرض هل من الممكن أن تؤدي إلى إيقاف هذه العمليات العسكرية أو تخفيفها إلى حد بعيد ربما لأنه يصعب أن نفهم ما يعنونه لذلك لو هناك انتقال حقيقي إلى حملة تستهدف قادة حماس بدقة كبيرة هذا يعني أن عمليات القصص الجماعي ستتراجع وسنرى ضربات مركزة بالمسيارات وذلك ربما يخفف من عدد الضحايا المدنيين ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما سنراه في الشهر أو الشهرين المقبلين وإن كان هناك اختلاف أو اسم جديد لأمر قديم من واشنطن الخبير العسكرية الأمريكي وكبير الباحثين في مؤسسة نيو أمريكا دوغلاس أوليفانت شكرا جزيلا لك أيضا للحديث أكثر ينضم إلينا الآن من رام الله الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور جهاد حرب أهلا بك معنا من القدس ينضم إلينا المستشار السياسي الإسرائيلي ميتش الباراك أهلا بك معنا سيد ميتش الباراك أيضا في الحرة الليلة أبدأ معك ضيفي من القدس وربما نبدأ أيضا من الجانب العسكري ونوضح أكثر لمشاهدين ما هي النتائج التي حققتها إسرائيل مع دخول هذه الحرب في قطاع غزة شهرها الرابع وارتفاع حصيلة القتلى لدى الجانب الفلسطيني إلى أرقام كبيرة سواء كنا نتحدث عن قتلى أو إصابات أيضا أن الأهداف التي وضعها رئيس الوزراء صعبة المنال هو يريد أن يطلق صراح الرهائن الكثيرون منهم قتلوا أو يموتون وهم محتجزون وكلما استمرت الحرب كلما تعقدت الأمور وأصبح من الصعب إعادتهم الهدف الآخر هو القضاء بشكل كامل على حماس وأنا لست متأكدا أن ذلك الآن يحصل ما نعرفه هو أن الكثير من جنود حماس وقادة حماس قد قتلوا ونعرف أيضا أن إسرائيل تستمر بتدمير الأنفاق وعدد هذا الأنفاق مزهل أكثر أكبر بكثير مما كنا نتوقع وهذه الأنفاق تشكل خطرا كبيرا وكان يمكن استعمالها للقيامة بهجمات أكبر من تلك التي رأيناها في 7 أكتوبر 2021 الأول نعرف أن الكلفة مرتفعة جدا ولكن نعرف أيضا أن الهدف على المدى الطويل في تعزيز أمن جنوب إسرائيل يتم التوصل إليه عبر تدمير حماس إلى حد كبير وهذا هو الأهم الآن لو نظرنا على المدى الطويل نستمع إلى رأي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور جهاد حرب أهلا بك معنا من جديد في هذه المرحلة ومنذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم هل يمكن أن نتحدث عن حسابات المكاسب والخسارة لكل من إسرائيل وحماس برأيك؟ دعنا أقول من كل من نتنياهو وحماس لأنه ما جرى خلال ثلاثة أشهر الماضية ربما الحديث عن بعض الإنجازات للحكومة لنتنياهو أولا دمر البنية التحتية لقطاع غزة سواء الطرق أو شبكة الاتصالات والمواصلات وكذلك الكهرباء والماء والصرف الصحي وقتل حوالي 30 ألف فلسطيني 23 ألف سجلوا مسجلين حتى الآن وحوالي 8 ألاف موجودين تحت الأنقاض وعدد غير محدود من الذين اختفوا قصريا بمعنى وأغلب الذين قتلواهم من النساء والأطفال تم تدمير 70% من منازل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بالإضافة إلى تدمير القطاع الصناعي والزراعي وتهجير 90% من المواطنين الفلسطينيين من أماكن سكنهم في قطاع غزة بالإضافة إلى تدمير النظام الصحي وتدمير البنية الأساسية للتعليم وتجويع المواطنين الفلسطينيين نتنياهو في هذا الوضع وضع الشعب اليهودي باعتباره مجرما أمام نظر المجتمع الدولي لكنه على المستوى الأهداف التي تحدث عنها فيما يتعلق بتدمير حركة حماس لم يستطع ذلك حتى الآن حماس تطلق السواريخ من شمال قطاع غزة بالإضافة إلى مقاومة واسعة وكبيرة بحسب رأيك ربما إسرائيل لم تستطع ربما سأتحدث معك حول الهدف الثاني ولكن بخصوص الهدف الأول ربما أنت ترى بأنه إسرائيل حتى الآن لم تستطع القضاء على حماس ولكن إذا ما نظرنا إلى التصريحات الإسرائيلية أيضا يعني آخر هذه التصريحات تشير إلى أن هذه الحرب ستطول قد تستمر خلال هذا العام وربما ما بعده وبالتالي يبدو بأن إسرائيل لديها سياسة النفس الطويل لتحقق هذا الهدف تحديدا فيما يخص القضاء على حماس وقدرات حماس وقيادات حماس أينما كانوا طبعا دعيني أكمل فقط نتنياهو يمارس عقدة نتنياهو فيما يتعلق بالأسرى الإسرائيليين يمارس عقدة يونتان له أخوه الذي قتل عام ستة وسبعين في عين تيبي وهو لا يريد عودة الأسرى الإسرائيليين أو الرهائل الإسرائيليين أحياء لأنه لا يريد هؤلاء إنما يريدهم أن يعودوا كما عاد أخوهم العين تيبي في إفريقيا وهذه هي العقدة الرئيسية لدى نتنياهو ويمارسه على الأسرى الإسرائيليين ربما سيبحث الإسرائيليون عن رفات الجنود والأسرى الإسرائيليين موجودة في قطاع غزة كما حدث مع الطيار رون أراد الذي قتل في عام 1987 أكل لن نفس نتنياهو أو الحكومة الإسرائيلية طويل لكن أيضا نفس الفلسطينيين طويلا أريد أن أذكر الإسرائيليين أيضا النكبة التي حصلت عام 48 بعد عشرين عاما خرج الفلسطينيون بمقاومة عندما احتلت إسرائيل عام 67 عام 87 بعد عشرين عاما خرج الفلسطينيون بمقاومة لذلك موجات المقاومة المستمرة هذه تتعب الشعب اليهودي وتتعب الشعب الفلسطيني السلام هو الخيار الوحيد من أجل إنهاء جميع العنف الموجود بين الفلسطيني والإسرائيليين لذلك النفس الطويل هذا لا يعني إلا دمارا إضافيا دمارا للشعب الفلسطيني والفلسطينيين وكذلك للإسرائيليين الحرب ليست نزهة لأي طرف من الأطراف وهذا أكيد دعنا نستمع إلى وجهة نظر ضيفي من القدس سيد ميتشيل باراك وكأنك سيد باراك تتحفظ على بعض ما قاله ضيفي من رام الله السيد أو الدكتور جهاد حرب وأفهم منك أيضا ربما ما تود أن تقوله إن كان يتعلق بجزئية الرهائن وعدم اهتمام نتنياهو بهؤلاء الرهائن وربما يريد رئيس الحكومة الإسرائيلية أن يعود ربما أمواتا وليس أحياء كما قال ضيفي من رام الله قبل قليل أنت على حق لدي الكثير من الانتقادات ضد نتنياهو أعرفه منذ أكثر من ثلاثين عاما ولكن ما سمعته الآن هو أسخف تعليق سمعته في حياتي أعتقد أنه لا ينام لأنه يعرف أن الرهائن اختطفه وهو كان مسؤولا هو جاء إلى السياسة لأن أخاه هو بطل حرب قتل وهو يعمل على تحرير الرهائن وحصل أشنع هجوم على الإسرائيليين وهو كان مسؤولا قتل الإسرائيليون واختطفوا وأخذوا إلى غزة وهذا الإرث مأساويا أنا لا أصدق بتاتا أنه يمكننا أن نقول ما قاله لك سيد ميتشيل قبل أن أعود إلى ضيفي الدكتور جهاد حرب لماذا لا يتحرك نتنياهو فيما يخص هذا الموضوع هناك احتجاجات داخل إسرائيل هناك مطالب فيما يخص موضوع الرهائن وأيضا لم تتحقق ربما لم تتحقق عملية الإفراج عن عدد من الرهائن إلا بعد المفاوضات وعملية وقف إطلاق النار والآن نتنياهو لا يريد إيقاف إطلاق النار ويستمر بالعمليات العسكرية ولا توجد بوادر أي اتفاق أو هدن تلوح في الأفق نعم هذا صحيح إلى حد ما لأن البعض في أمريكا وقطر ومصر ما زالوا يحاولون استئناف المفاوضات لإطلاق صراح الرهائن وأعتقد أننا نجحنا في المفاوضات الأولى بإطلاق صراح النساء والأطفال ولكن حماس غيرت القواعد ولم تطلق صراح بعض الرهائن الذين كانوا من المفترض أن تطلق صراحهم ولم تسمح للصاليب الأحمر بزيارة أي من الرهائن المحتجزين حتى اليوم كذلك كما أشرت الأنفاق التي تم الكشف عنها ووقع أن حماس كما قال الضيف من رامالة حماس تستمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل العملية ستستمر لأن إسرائيل تريد ضمان أمن سكان جنوب إسرائيل وحجم هذه الأنفاق يتطلب أن يتم القضاء عليها بشكل كامل الجميع يتكلم عن مقتل 23 ألف فلسطيني حتى الآن ولكن كم من الألاف هم من إرهابي ومقاتلي حماس وهذا أمر مهم للغاية لأنه كل يوم يمر تقترب فيه إسرائيل من تدمير المزيد من بنى حماس التحتية ومن الأنفاق ولكن للأسف في إطار هذه العملية تدمرت غزة إلى حد كبير لست أدري إن كان الأمر يستحق ذلك عملية السابع من أكتوبر 21 أول الذي أدى إلى تدمير غزة وتهجير الملايين تعرفين كم من الوقت ستحتاج عملية إعادة الإعمار حماس مسؤولة عن ذلك أمام الشعب الفلسطيني وأعتقد أن الشعب الفلسطيني السيعي أن ما قامت به حمال ما كان يستحق كل ذلك الدمار وأن قتل الإسرائيليين واختطافهم ليس أفضل استعمال في الوقت والأموال والقدورات دكتور جهاد حرب قبل قليل ربما ذكرت جملة تحاول ربما الآن الولايات المتحدة وخلال زيارة بلينكين إلى المنطقة أن ربما تخطو باتجاهها السلام ربما هو الخيار الحاصل أو ربما الخيار الذي من المفترض أن يتم التوجه إليه ولكن برأيك هل المعطيات والقرارات الإسرائيلية والتصريحات الإسرائيلية قد تؤدي إلى سلام أو تفاوض خلال المرحلة القادمة؟ لا أعتقد بالمطلق إسرائيل تسعى لمزيد من توسيع الحرب وإطالة أمد هذه الحرب ونتنياهو عندما تحدثت عن عودة يونتان لأن نتنياهو أراد توسيع هذه الحرب مع حزب الله عندما تم اغتيال العروري في بيروت وهو يعلم أن حزب الله سيرد على الحكومة الإسرائيلية وهذا سيشعل المنطقة حربا أشمل أوسع أو حربا إقليمية ويغرق الولايات المتحدة الأمريكية في حرب ليست حربها لذلك نتنياهو هو الذي يلعب بالشعب اليهودي وأيضا يقتل الشعب الفلسطيني ثانيا الذي يتحمل مسؤولية القتل والتدمير للفلسطينيين هو الاحتلال الإسرائيلي أعتقد أو أجزم أن الإسرائيليون يحاولون نسيان أنهم احتلال في الضفة الغربية وأنهم يمارسون حياتهم الطبيعية دون أن يروا أن هناك شعبا يرزح تحت الاحتلال والاستعمار والموت والقتل انظري في صباحا هذا اليوم في جنين قتلوا أربعة أشقاء نائمون ليس لهم أي علاقة بأي مواجهة أو غير موجودين في أي مواجهة ما يجري هو عملية قتل للشعب الفلسطيني وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي خاصة في قطاع غزة وهذا ما تشير إليه جميع الاتفاقية الدولية لمنع مكاوحة الجريمة الإبادة الجماعية وهو النص في المادة الثالثة كل ما تحدثت عنه من أهداف حققتها أو حققها نتنياهو هي ذاتها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية التي يعاقب عليها القانون الدولي والتي جنوب إفريقيا رفعت قضية أمام محكمة العدل العليا والتي ستنظر فيها هذا الأسبوع الأمر الذي يشير بأن مكنياهو وضع الشعب اليهودي كصورة مجرم وليس ضحية كما كان في الهولوكوست أو نتيجة الهولوكوست أشكرك جزيلا شكر ضيفي من رام الله الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور جهاد حرب وأشكر موصول إلى ضيفي من القدس المستشار السياسي الإسرائيلي ميتشيل باراك شكرا جزيلا